تضاف أزمة جائحة كورونا إلى الأزمات الكثيرة التي تطوق العراقيين من كل جانب دون حلول تذكر من السلطات التي انشغلت بمصالحها الحزبية والشخصية للحصول على أكبر قدر من السيطرة والمال انتشار كورونا في العراق بشكل غير مسبوق وحرائق المستشفيات التي تتم بشكل مدبر بين الحين والآخر فضلا عن الواقع الصحي المتردي أصلا فاقم من الأزمة وجعل العراقيين أمام تحديات صعبة تزيد من معاناتهم وتهدد حياتهم بشكل مباشر وزارة الصحة الحالية حذرت من تداعيات خطيرة إذا استمر عدم الاكتراث بالتوجيهات الصحية لا سيما وأن الموجة الحالية هي الأخطر والأشد من الموجات السابقة بسبب سرعة الانتشار وإصابة جميع الفئات العمورية بينما يؤكد المرصد الصحي في العراق أن متحور دلتا دخل البلاد بالفعل مشيرا إلى أن النظام الصحي يوشك على الانهيار بعد وصول المستشفيات لطاقتها الاستعابية القصوى فقد أصيب حتى الآن أكثر من مليون وخمسمائة ألف عراقي بالمرض توفي منهم نحو ثمانية عشر ألف شخص بحسب الأرقام الرسمية فيما يتوقع المتخصصون أن الإصابات الحقيقية أعلى من ذلك بكثير السلطات الحكومية والصحية فشلت في أن تقنع العراقيين بأخذ اللقاح الذي لم يتلقاه سوى قرابة مليون ومئتي ألف شخص فقط ولعل من أهم أسباب عزوف العراقيين عن أخذ اللقاح عدم الثقة بالحكومة وإجراءات مؤسساتها الصحية وعدم وجود حملة وطنية مكثفة للتوعية بأهمية أخذ اللقاح الأمر الذي أدى لتفشي كورونا بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق ووفقاً للأجهزة الصحية فإن ثم تكارثة إنسانية ينتظرها العراقيون بعد زيادة الحالات الحرجة والوفيات في ظل انعدام توفر الأسرة وشح الأدوية وسوء الإدارة والفساد بالإضافة لاحتمال احتراق أماكن العزل في أي لحظة كما حصل في مستشفى ابن الخطيب والحسين ما دفع بعض الأطباء للتصريح بأنهم يخسرون المعركة ضد فيروس كورونا